مكتب النائب العام في ترابولوس واصل حملاته ضد المتورطين في نهب المال العام أو الذين تدور حولهم شكوك في إساءة استعمال المنصب وعدم تقدير أهمية صون المال العام الذي أضحى فريسة سهلة ينهشها كثير من المسؤولين في ظل غياب الفعالية المطلوبة للأجهزة الرقبية والقانونية والتشرعية آخر ما صدر عن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام قرار بحبس المراقب المالي لجهاز الإمداد الطبي لينضم إلى عشرات المسؤولين الذين أمر القسم بتوقيفهم على خلفية قضايا فسادة قسم التحقيقات في المكتب أشار يوم أمس إلى أن توفقيف المراقب المالي جاء لاتهامه بإحداث الضرر الجسيمة بالمال العام واستعمال طرق احتيالية قرار المكتب الأخير سبقه قرارات صبت في ذات السياقة فقد صدرت أوامر بحبس كل من مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق ومساعده ورئيس قسم العلاج بالخارج وموظفين في القسم ويظهر جليا أن مكتب النائب العام يركز هذه الفترة على القطاع الصحي الذي ومنذ سنوات يشكو من الفساد المستشري وتحديدا في ملف العلاج بالخارج مصدر لـ 218 نيوز قال إن قسم التحقيقات أوقف المسؤولين في صحة الوفاق بتهمة التقصير في حفظ وصون المال العام وذلك لعدم التدقيق الطبي في المتطلبات المالية المحالة من المصحات الخاصة وفقا للأصول الطبية هذه القرارات تأتي في إطار الحملة التي أطلقها مكتب النائب العام في طرابلس للتفتيش عن عمل الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية والتي طرى ما كانت محور نقاشات مهمة وحساسة لدى الأوساط الشعبية التي تشكو من فساد المستشري في ليبيا أرهق ميزيانية الدولة وجعل صادراتها تتراجع وعجزها يتزايد اشتركوا في القناة